السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مهندس محمد ابراهيم من قناتكم محمد حمود للتقنيات النهاردة ان شاء الله نعرف ازاي اه ترجع اهدادات الروتر الخاص بيك اه لوضعها الافترادي عن طريق اول الحاجة هتدخل على الشبكة المفروض انت الروتر متصل بها انا متصل دلوقتي بشبكة ايه الشبكة دي اللي انا عايز اه اه اخلي اه اراجع لعدادات الافتراضية لها بعد كده بادخل على البحس عن عنوان ويب واكتب الارقام دي هسيبها لكم اسفل الفيديو اضغط ضغطة اهم حاجة لازم تخلي الارقام باللغة الانجليزية زي ما انتم شايفين كده وان تو سري تمام لو عملتها بلغة العربية هيفكر انك انت بتبحس عن الحاجة دي يعني انت لو عملتها بلغة العربية بكأنك بتبحس عنها بتبحس على الارقام دي او مدلولتها لكن لو عملتها بالانجليز ده حاجة اسمها الاي بي ادرس او الديفولت اي بي ادرس مية تنين وستسعين نقطة مية تمانية وستين نقطة او دوت واحد نقطة واحد مية تنين سعين نقطة مية تمانية وستين نقطة واحد نقطة واحد ده حاجة اسمها ديفولت اي بي ادرس او الاي بي ادرس او عنوان العنوان الافتراضي لشبكة الراوتر بعد كده بضغط او زرور اللي ازرق ده العليمين اتصال يمين في الاسفل او بيقول لي بقى الاتصال بزر الموقع الاتوني ليسا خاصا ايو احنا عارفين هنقول له الاعدادات المتقدمة بننزل تحت وتغطي على الزرور ده على المتابعة الى مية تمسين نقطة مية تمسين نقطة واحد نقطة واحد مكتوب بين قصين غير امن هنضغط عليها دي هنضغط عليها هنضغط على اعدادات الراوتر الطبيعي ان اعدادات الراوتر اه ادمن ادمن يوزر نيم وباسورد اليوزر نيم ده هتلاقي اه ادمن ده ثابت ا او المسؤول ادمن الباسورد هو الباسورد الخاص بالاسفل اللي ورا الراوتر يعني يعني بص على الراوتر الخاص بيك وراه هتلاقي في حاجة اسمها باسورد او باس كاي اه هي دي الباسورد هي الباسورد الاساسية للراوتر ماشي دي ما بتتغيرش انا هكتبها وارجع لكم بعد ما دخلنا كلمة سر اه اللي هي الباسورد اللي هي اه خلف الراوتر هنضغط لوج ان او الدخول بعد ما ندخل هي ظلنا الشكل ده زي ما نشاعفين الشرح ده لراوتر من نوع اتش جي ستمائة وثلاثين في تو هوم جيتوي اتش جي ستمائة وثلاثين في تو طب غالبا بيبقى يعني متشابه مع بعض الحاجات الاساسية هي سابتة يعني هنضغط على مينتين او صيانة نضغط على ضغطة احنا دلوقتي عشان برضو نفتكر احنا عايزين نرجع عبدالات الراوتر الافتراضية يعني انت مسلا لعبت في الراوتر وحاسيت ان انا مثلا انا عملت مشكلة او لعبت في قيام معينة وعايز ترجع القيام دي للوضع الاصلي هتعمل اللي بقول لك اليه ضغطنا على مينتين زهرت لنا الشكل زهرت لنا الشكل ده انا بكبل لكو بس كده قيمة اليسار وفي التفصيل بتاعي تعليمين هنضغط على ديفايز مانجمينت ديفايز مانجمينت او ادارة الجهاز اول حاجة عندك هتلاقي حاجة اسمها ريبوت ريبوت يعني اعادة تشغيل الراوتر يعني انت ممكن تنمي الاعادة تشغيل الراوتر عن طريق انك انت تخش على الصفحة بتاعه وانت اصلا ما لمستش الراوتر يعني من بعيد اللي احنا عايزينه بقى حاجة اسمها اضغط عليها ضغطة واقول له اضغط على كلمة لو عالي اوكي طبعا هقول له اوكي ويبدأ يعمل اعادة تشغيل الراوتر ويبدأ من اول وجديد كأنك لسه الراوتر لسه مشغله ولسه جايبه من الشركة دلوقتي حانا نوع طبعا الشرح ده خاص بجمالة مصر العربية شركة تي اي داتا شركة وي يعني اما التالتة دي حاجة اسمها يعني تحديث الراوتر والكلام ده بس طبعا ده ينفعش نعمله ولا يتقرب له ده لو انت عايز تعمل مسلا اعدادات الراوتر الحالية عجباك فانت عايز تعمل ديها نسخة اختياطية عشان بعد كده لما تيجي تعمل او 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 اعد ضبط المصنع بعد كده تبقى تعمل حاجة اسمها وتبدأ تاخد النسخة اللي هي اللي انت عملها يعني دلوقتي انت مسلا عجباك الاعدادات الانت كام ناس عن ناس محترفة او متقدمة جدا فالناس دي عارفة ازاي بتزبط اعدادات الراوتر فعجبك الاعدادات البتاع الخاصة بك بالراوتر هتقول له وتشوف هتخزنه فينا على الموبايل بعد كده لما تعمل في حاجة اسمها او اعادة ضبط المصنع هتقوم عامل حاجة اسمها لا سوريا هتقول له هتقول له اختيار ملف شايفين اختيار ملف وبعد كده هت ده الملف ده هو هيبدأ هو اللي هيعمل عليه هياخد منه الاعدادات اللي انت عمل لها نسخة احتياطية ويبدأ يعمل لها استرجاع. يا رب يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش اشترك في القناة وعمل اعجاب للفيديو ولفقائل استفسار سيبه في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.